على همش الاجتماع الأول لوزراء داخلية الدول العضاء في مجموعة العمل الأمنية الدولية والتي تم إطلاقها تحت مسمى التحالف شارك الفريق الرقن مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية في أبوظبي في افتتاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي إيدكس 2017 والذي افتتحه سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومشاركة وزراء دفاع وقادة جيوش ومتخصصين وخبراء من 57 دولة أشاد معالي وزير الداخلية بالإجراءات التنظيمية الرفيعة التي اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي والذي يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الدفاع والأمن والاطلاع على آخر التقنيات في هذا المجال بما يسهم في مواجهة تحديات الأمن والاستقرار منوها إلى أن همية المعرض تنبع من كونه أكبر منصة لصناعات الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشيدا معالي الوزير بما يتضمنه المعرض من معدات حديثة وتقنيات متطورة مما جعله من المعارض المميزة دوليا كما شارك الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية في الاجتماع الأول لوزراء داخلية الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية الدولية والتي تم إطلاقها تحت مسمى التحالف وذلك بدعوة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبمشاركة وزارات الداخلية في كل من البحرين والمغرب وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا والسينيغال وخلال اللقاء أعرب معالي الوزير في كلمته عن شكره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذه المبادرة الطيبة التي تهدف إلى تشكيل تحالف دولي في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها وصورها مشيدا بالمبادرة لما تحمله من معاني مسؤولة ورؤية شاملة في خدمة الأمن الدولي وأكد معالي الوزير أنه في ضوء تطور الجريمة وانتشارها بشكل عابر للحدود فقد أصبحت الحاجة ملحة للتفاهم والتنسيق بصورة دولية من أجل مواجهتها إذ ليس بمقدور أي دولة مواجهة هذا الخطر منفردة خصوصا إذا كان مصدرها من الخارج إضافة إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم المنظمة بأساليب مبتكرة وتقنيات عالية مما يتطلب منا توسيع إطار التعاون من خلال وضع التشريعات والتحالفات لمواجهة الجريمة ومرتكبيها على المستوى الدولي كما تم خلال الاجتماع تقديم إيجاز حول تجربة مملكة البحرين في التعامل مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وتبني الإرهاب وفي ختام الاجتماع تقرر إطلاق التحالف كمجموعة عمل دولية تتعاون لتحقيق أمن المجتمعات عن طريق تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المطبقة وتمرير وثيقة إعلان التحالف بخمس لقات لكل دولة العربية الفرنسية الإيطالية الإسبانية الإنجليزية مع توقيع هذه النسخ من قبل الوزراء الأعضاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع كما اتفق المجتمعون على أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أمانة التحالف والتي تتولى أعداد مسودة النموذج التشغيلي للتحالف شاملة كيفية انضمام أعضاء جدد وآلية عمل فرق العمل الفرعية وتمريرها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع كما ستقوم الأمانة بتمرير المشاريع المقترحة لتسجيل الراغبين بالمشاركة فيها من وزارات الداخلية المختلفة هذا ويعمل هذا التحالف على دعم أطر التعاون بين الدول الأعضاء من خلال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة وبرامج بناء القدرات وخاصة في نطاق الأولويات الاستراتيجية المتمثلة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتدابير الوقاية منها ومكافحة مختلف أنواع جرائم التطرف والوقاية منها ومواجهة التحديات الشرطية والأمنية في إدارة ومراقبة الحدود والمنافذ